السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وليد مصطفى على موقع قناة فرنشاب بقدم في الفيديو ده نقطة مهمة جدا هتهم كل الناس اللي بتدرس اللغة الفرنسية وهي الفرق بين ثلاث مصطلحات هو الاختصار الأحرف الأولى من الكلمات برضو الأحرف الأولى من الكلمات طبعا من خلال الشرح الكلام هيتتضح وانت بتقرأ اي نص فرنسية وانت بتذاكر في اي كتاب اكيد بيقابلك بعض الرموز اللي ممكن تبقى متشكك او مش عارف هي ايه دي وازاي يجد كده متحدث اللغة الفرنسية يميلون الى اختصار الكلام ان الكلمة ما تبقاش طويلة ان هم ياخدوا جزء من الكلمة بس اختصارا للوقت وللمجهود وتسريعا للكلام بالتالي بيلجأوا لثلاث مستويات او لثلاث انواع من الاختصارات النوع الاول هو وده اللي هتكلم عليه بالتفصيل الاول هو الاختصار هو ان انت بتقلل الكلمة الى حد كبير جدا يعني الكلمة بتبقى طويلة او عدد من الكلمات بتقللهم الى عدد من الحروف فقط وده بيكون على نوعين فيه نوع منه اتفاقي يعني الناس كلها متفقة على كلمات معينة بتختصرها بشكل معين وفيه نوع تاني اللي هو نوع خاص او نوع ظرفي بيتم الاختصار فيه ظروف معينة او في سياقات معينة هنتكلم طبعا او هستعرض دلوقتي عدد من الاختصارات اللي الناس كلها مش متفقة عليها في كل الكتب وفي كل المجالات فهتلاقي مثلا ان في بعض الحاجات بيختصر الكلمة كلها في اول حرف بس يعني ياخد اول حرف يحط بعديه نقطة يبقى دي اختصار النوع التاني ان بيختصر الكلمة في اول مقطع منها يعني بياخد اول حرفين او طلت حروف منطقين في كتلة صوتية واحدة وبيحط بعديها نقطة او بيختصر الكلمة في عدد من الحروف بس مش لازم اول حروف فيها ممكن حرف من الاول وحرف من النص وحرف من الاختصار هستعرض دلوقتي معاك مجموعة كبيرة من الاختصارات هتلاقي مثلا حرف البي يعني page في يعني ورقة لو بتتكلم في كتاب او حاجة بتلاقي ف دي يعني الورقة رقم كذا ام اختصار مسيو مش ام اسي او زي ما احنا بنعمل طيب دي خدنا اول حرف من الكلمات بعد كده هنلاقي اول مقطع من الكلمة زي اب ساكن او مقيم اختصار دي باختمان قسم اكس اكزامبل هنا هتلاقي بدي هنا بقى حرف من الاول وحرف من النص او حرف من الاخر بدي هنأخذ بالك ان هي بي ودي مينسكولح بحرف صغيرة بولفاغ بولفاغ يعني ده اسم شارع في فرنسا ملل او يعني اختصار كلمة mademoiselle تي جي اس اختصار اختصار كلمة توجوغ شخص ما او او ساموان او سامبادي ام ام او يعني madame بان اختصار كلمة بيان تمام كده؟ طيب هنشوف الناحية التانية هنلاقي اللي هي دكتور برمية الاول سيقند الثاني ن او نميرو وول او سعب بي بقى صغيرة كده ومارفوع على فوق COD المفعول به المباشر C'est-à-dire C'est-à-dire يعني بمعنى أو هذا يعني NM اسم مذكر ETC يعني إلخ أو إلأخير ADO دع عنوان الكتاب ADOLESSON مراهق LE SELF المطعم بتاع المدرسة أو مطعم الخدمة الذاتية L'ORDI L'Ordinateur L'Computer L'Otram L'Otramway Le Siné Le Sinéma Le Labo Le Laburatoire المعمل أو المختبر Le Restore Le Restore Le Mطعم Le Gym Le Gymnastique التدريبات البدنية أو التمرين الرياضية البدنية أو الجمبوز Sympa Sympathique Lطيف Le Petit Dej L'اختصار Petit Dijuné L'إفطار Le Basket Basketball Le Foot Le Football Le Volley Le Volleyball Le Bus L'Otobus L'Otobus Tobus الداخل المدينة Le Car L'Otobus طبعا ده الحافلة أو الأوتوبيس السياحي أو الأوتوبيس اللي بينقل بين مدن كبيرة Le Frigo Le Refrigerateur الثلاجة الثلاجة La Bio Biology La Meteo La Meteorology هنا البيولوجي اللي يعني العلم الأحياء أو مادة الأحياء Meteorology اللي هي الأرصاد أو التقص أو النشر القوي La Motor Motocyclette اللي هي الموتوسيكل المات الماتماتيك أو البريك بتاع المدرسة طيب كل اللي أنا قلته ده كان La Breviation الإختصار زي ما قلته قدام حضراتكم النوع التاني والتالت من الإختصارات هم اتنين شبه بعض تماما هو Le Sigle هي مجموعة حروف الأولى من مجموعة كلمات متتابعة يعني انت عندك مثلا كلية الهندسة هتلاقي كاف وهاء أول حرف هنا كلية وأول حرف هنا هندسة كاف وهاء تاخد الحرف من ده وحرف من ده بدل ما تقول الكلمة كلها على بعضها أو مجموعة الكلمات على بعضها لكن الفرق بين Le Sigle وال La Croneme فرق طفيف جد Le Sigle وال La Croneme هو اختصار بتاخد أول حرف من مجموعة كلمات بتكتب الحروف بالماجسكول بالكابيتل حروف كبيرة وما فيش بينهم ولا نقط ولا شرطة ولا أي حاجة والكلمات دي Unvariable يعني لا تتغير يعني لا تجمع ما بتحط لهاش S ولا بتحط لها تبعيات ولا الكلام ده اللي اتنين كده الفرق الوحيد أو مش الوحيد أو يعني الفرق الكبير إن Le Sigle بيتنطق كل حرف منفصل بتتهجأ كل حرف الواحده أما Le Croneme بتنطق مجموعة الحرف بتاخدهم تنطقهم مع بعض ويطلع لك صوت جديد أو كلمة جديدة حنشوف أهم السيغل اللي وردت قدامنا أولا TNI بنته ت ن بنته كل حرف منفصل اللي هي لطابلو نمريك انتراجتف سببور الرقمية الذكية VTT لفلو تو تغير دراجة الجبلية أو دراجة الأراضي الواحدة CDI اللي هو لصنط دوكومنتشن ادنفرمشن مركز الوافاق والمعلومات EPS بنته برضو كل حرف منفصل EPS هو الإدوكاسيون فيزيك سبوكتيف التربية البدنية والرياضية BD اختصار لبند دي سيني اللي هي القصة المساورة CD جامل انجليزي بعمل لغة انجليزية Compact Disc وزيها الدوكاسيون اللي هي Digital Video Desk LE اختصار لفر إجيبسيان جنيه مصري هنا لفر جنيه مؤنفة عشان كده جيبلك إجيبسيان SVT علوم الحياة والأرض STP واضح كده من اللوسيج اللي هي الحروف الأولى من مجموعة كلمات وهي مكتوبة بالحرف الكبير وما فيش بينها نقط ولا شرطات وما بتتغيرش لو حبيت تجمعها ولا حد وبنطأ كل حرف منفصل نفس الموضوع في نفس الكلام اللي قلنا بالزبط هو حروف أولى من مجموعة كلمات ولكن الاختلاف الكبير إن مجموعة الحروف دي بتنطق ككلمة أشهر الكلمات زي يونيسيف يونيسيف دي كلمة جامل إنجلش اللي هو تحولت إلى يونيسيف ننطأها ما بنقول ش لأ بننطأها على بعضيها ككلمة جديدة يونيسكو يونيسكو اللي يال يونيسكو نفس الفكرة برضو متاخدة من مجموعة كلمات أو الأحرف الأولى من مجموعة كبيرة من الكلمات ومكتوبة بالحروف الكابيتال أو الماجسكول ولكن أنا بننطأها ككلمة عندك مثلا كلمة غاداغ رادار وهنا الجديد برضو أو الميزة التانية إن الكلمة لو أصبحت درجة ومألوفة وبخلاص دخلت اللغة والناس فيهمتها ممكن تصبح كلمة منفصلة أو كلمة جديدة يعني تتكتب بحروف صغيرة وممكن تتجمع أو تستعمل معاملة الكلمات عادي فيما بعد غاداغ اختصار حروف الأولى من الكلمات دي لازاغ لازاغ طبعا هي بعروفة بالعربية أو بالإنجلش ليزر تمام سيدكس سيدكس دي حاجة معروفة في فرنسا لتكي تكتب أي عنوان تليه كاتبلك سيدكس اللي هو كوريير دون تخبريز أدستريبسيون كاف الكاف اللي هي الاتحاد الأفريقي لقرة القدم زيها كان كان اللي هي كوب دافريق دي ناسيون الوكاس الأمم الأفريقي بس كده بكده بخلصنا الفيديو واشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته